تستخدم المصطلحات الهندسية في العديد من المجالات وتفيد في برهنة بعض الأفكار والنظريات من حولنا وعليكم أن تكونوا دقيقين جداً عند استخدام هذه المصطلحات ولتتدربوا على الدقة في استخدام المصطلحات إليكم بعض الأمثلة التي تتناول المصطلحات الهندسية وتعريفاتها المثال الأول يحاول ثلاثة طلاب تعريف تعامد المستقيمين L و M ضع تعليقات المعلم بجانب التعريفات المناسبة إذن لديكم ثلاثة طلاب يحاولون تعريف المستقيمات المتعامدة لديكم في هذه الخانة تعليقات المعلم ولاحظوا أنه يمكنكم تحريكها لوضعها بجانب التعريفات التعريف الأول هو تعريف رولي وتقول فيه يكون المستقيمان L و M متعامدين إذا كانا لا يلتقيان أبداً هذا التعريف غير صحيح فالمستقيمات المتعامدة تتقاطع بطبيعة الحال لتشكل زوايا قائمة إذن هذا الجواب غير صحيح والتعليق المناسب هو لعلك تقصد المستقيمات المتوازية فهذا ما يبدو أنها كانت تحاول تعريفه لو كانت المستقيمات على نفس السطح دون أن تتقاطع عندها ستكون مستقيمات متوازية أما شيرين فتقول يكون المستقيمان L و M متعامدين إذا تقاطعا في نقطة M وكانت إحدى الزوايا المتشكلة من تقاطعهما زاوية قائمة هذا تعريف جيد والتعليق المناسب لهذا التعريف هو أحسنتي تعريف ممتاز والآن تأكدوا من مطابقة هذا التعليق لهذا التعريف يقول أشرف يكون المستقيمان L و M متعامدان في حال التقيا في نقطة واحدة وشكل حرف T هذا التعريف صحيح نوعا ما لكنه ليس دقيقا فعندما تتخيلون مستقيمين متعامدين سيختر على بالكم شكل إشارة زائد وجزء من إشارة الزائد يشبه حرف T وهذا التعليق هو التعليق الأفضل على هذا التعريف حيث قال المدرس تعريفك صحيح إلى حد ما ولكن ينقصه بعض الدقة في المصطلحات الرياضية فاستخدام أشرف للحرف T في تعريفه يجعله غير واضحا رياضيا تعريف شيرين أكثر دقة بالطبع المستقيمان متعامدان إذا تقاطعا في نقطة ما وكانت إحدى الزوايا المتشكلة من تقاطعهما زاوية قائمة تحققوا من الإجابة إنها صحيحة أكملوا باقي التمارين هذه المرة لديكم ثلاثة طلاب أيضا يحاولون تعريف الزاوية ضع تعليقات المعلم بجانب التعريفات المناسبة حسنا التعريف الأول لرولا حيث تقول الزاوية هي مقدار الميل بين خطين مستقيمين يشتركان برأس هذا التعريف قريب للزاوية لكن التعريف الحقيقي للزاوية هو شعاعان لهما رأس مشترك أما رولا فتتحدث عن مستقيمين ولهما رأس مشترك كما تتحدث عن مقدار الميل فتعريفها أقرب إلى قياس الزاوية والتعليق المناسب لهذا التعريف هنا يبدو أنك تتحدثين عن قياس الزاوية وليس تعريف الزاوية إذن التعليق المقابل للعبارة هو التعليق الصحيح أما تعريف شرين مستقيمان يلتقيان في نقطة معينة ومرة أخرى هذا التعريف للزاوية وهي شعاعان برأس مشترك هذا بكل بساطة تعريف لمستقيمين متقاطعين وليس للزاوية والتعليق المناسب لهذا التعريف هو يبدو أنك كنت تفكرين بالمستقيمات المتقاطعة انتقلوا الآن إلى تعريف أشرف شكل يتألف من شعاعين يشتركان بنقطة نهاية وتعرف نقطة النهاية المشتركة بالرأس وهذا تعريف جيد للزاوية المثال التالي ثلاثة طلاب يحاولون تعريف توازي مستقيمين دع تعليقات المعلم بجانب التعريفات المناسبة تقول دانا يكون المستقيمان متوازيين في حال كان منفصلين ويمكن إزاحة أحدهما وإسقاطه فوق الآخر حسناً هذا التعريف جيد ويمكن تعريف المستقيمات المتوازية كالتالي إذا كان المستقيمان على نفس السطح ولا يتقاطعان فهما متوازيان لكن تعريف دانا جيد جداً فلو أزحتم شكلاً لن تقوموا بتدويره ولن تغيروا اتجاهه فلو كان أمامكم مستقيمان ويمكنكم تحريكهما دون تغيير اتجاههما وإسقاطهما فوق بعضهما البعض فهذا تعريف جيد لتوازي المستقيمات إذن هذا التعليق المناسب للتعريف ويقول أمجد المستقيمان المتوازيان هما مستقيمان متقاربان لكن لا يتقاطعان يجدر الإشارة هنا أنه عند تعريف المستقيمات المتوازية لا يهم إذا كان متقاربين أم لا فكل ما يهم هو أن يكون على نفس السطح دون أن يتقاطعا فيمكن أن يكون بعيدين جداً عن بعضهما البعض ومتوازيين في نفس الوقت إذن هذه العبارة ليست خاطئة حيث يمكن أن يكون هناك مستقيمان متقاربان ولا يتقاطعان على السطح نفسه ويكون متوازيين أيضاً لكن هذا التعريف لا يعطي المعنى الدقيق لأنه يمكن أن يكون هناك مستقيمان متوازيان ومتباعدان لذا هذا سيكون التعليق السليم جزء من تعريفك صحيح ولكن الجزء الآخر خاطئ فليس بالضرورة أن تكون المستقيمات المتوازية قريبة من بعضها البعض الآن انظروا إلى تعريف كريم حيث يقول يكون المستقيمان متوازيين ما لم يكونا متعامدين وتذكروا أن تعامد أي مستقيمين يعني أنهما يشكلان زاوية قائمة عند نقطة تقاطعهما هذا التعريف غير صحيح حيث يمكن لمستقيمين أن يتقاطعا دون أن يشكلا زاوية قائمة ولن يكونا متوازيين والتعليق المناسب هنا التعريف غير صحيح تحققوا من الإجابة إجابة صحيحة حلوا التمرين التالي ثلاثة طلاب يحاولون تعريف القطعة المستقيمة وأمامكم صورة لقطعة مستقيمة هنا ولديكم النقطة P والنقطة Q والقطعة المستقيمة هنا تتكون من جميع النقاط ما بين P و Q انتقلوا للتعريفات التعريف الأول لإلهام وتقول فيه جميع النقاط بين النقطتين P و Q التي تمتد بشكل لا نهائي في كلا الاتجاهين هذا التعريف صحيح للتعبير عن المستقيم وليس عن القطعة المستقيمة إذن التعليق المناسب هو هذا تعريف المستقيم وليس القطعة المستقيمة أما تعريف أيهم المسافة الفعلية من النقطة P إلى النقطة Q هذا تعريف لطول القطعة المستقيمة وليس لما هي القطعة المستقيمة وانظروا إلى تعريف أكرم النقطتان P و Q والتاني تسميان بنقاط النهاية وجميع النقاط الأخرى الموجودة على الخط المستقيم بين النقطتين P و Q هذا التعريف جيد جدا تحققوا الآن من الإجابة الإجابة صحيحة انتقلوا إلى المثال الأخير ثلاثة طلاب يحاولون تعريف الدائرة ضع تعليقات المعلم بجانب التعريفات المناسبة دارين مجموعة من النقاط الموجودة على سطح ما وتبعد ذات البعد عن نقطة المركز هذا تعريف جيد للدائرة إذن صحيح تعريف رائع تعريف أسامة مجموعة النقاط الموجودة في فضاء ثلاثي الأبعاد وتبعد جميعها نفس البعد عن نقطة المركز إذا كنا نتحدث عن فضاء ثلاثي الأبعاد ومجموعة من النقاط التي تقع على بعد المتساون من النقاط المركزية للفضاء الثلاثي الأبعاد فهذه كرة وليس الدائرة فالتعليق هنا يبدو أنك تخلط بين الدائرة والكرة في تعريفك وأخيراً شكل دائري منتظم حسناً هذا صحيح نوعاً ما في الأبعاد الثنائية الدائرة هي الشكل الدائري المنتظم ولكن هذا التعريف ليس دقيقاً فالتعليق المناسب في هذه الحالة هذا التعريف غير دقيق فتعريف دارين أكثر دقة مجموعة النقاط التي تبعد بعداً متساوياً عن نقطة المركز ترجمة نانسي قنقر